ما نتمناش نقول اللي هنقوله ده لانه بصراحة صعب ان فيه عقليات بشر تنزل للمستوى المتدني او ده الرياضة منافسة وممكن تجدب بس حتى ان كنت كذوب خلي عندك يعني بتعريفة عقل شوية خلي يعني اجدب الكد اللي ممكن تتصدق لكن في وقت الاهل بيخوض مباراة في سيمي فاينال افريقيا عايز يفوز بدوري ابطال افريقيا عشان يسعد كل هذه الملايين من الجماهير يطلع واحد مصري ايوه اكتب الله مصري ده ده صعيدي كمان وبلداتي من عصيوت من عصيوت اه يطلع ما انا بقولك للأسف يطلع يقول انه فيه رشاوي داخل فرقة النادي الاهلي للتواطئ للهزيمة فيه المباراة انتمو تخيلين ومين اللي بيقدامها ده ممكن يكون احد المرشحين شوف بقى سيم اه يعني شوف استغلال الظرف الانتخابي عشان تضرب في مقتل مش عايز اقول انه عمر جلال هريدي عدوا سابق في مجلس دارة نادي الزمالك نادي الزمالك يعني بقيمته تاريخه والناس العظام اللي ترأسه واللي شغلوا مع قاعد مجلس الدارة مؤكد انه تاريخهم انضف بكتير جدا من مثل هذه السلوكيات لانه الامر يصل الى هذا القدر من التدني لابد من وقفة شوه كان عدو مجلس شعب يعني المقوم يا عمي ما هو عدو مجلس شعب كان بينجح اتنى بس يا حبيبي انا مالي عنده حس سياسي يعني هو مش عبيد زي ما انت بتاعي ومش بريء زي العبط عبط الكلام يعني معلش عبط عبط الكلام انت ما قلتش عبيد انا يا سيدي انا او كما يتهيأ للناس يعني ليس دي مش زل بلسان بعد ما تحكي اللي عندك هحكي اللي عنده طيب الراجل ده احكمه انتو وكل واحد بينه وبين نفسه يقدر حتى لو هو مش اهلاوي يقدر يقيم الكلام اللي هتسمعوه ده ازاي يقول فضيحة اهلاوية نادي القيم والمبادئ يتردى تحت وطأة الانتخابات ويكتب عمر هريدي على صفحته في الفيسبوك امس في وقت متأخر ليلا وفي احد فنادق الاسكندرية وتحديدا على الطاولة رقم تمانية بسلامته متابع اوي جلس احد المرشحين على منصب فردي احد المرشحين على منصب فردي مع لعب كرة شهير بالنادي ولعب اخر في حراس المرمى يعني الراجل عايز يقول المرشحين على المنصب الفردي تلاتة كابتن محمود الخطيب عض رئيسا للنادي الوزير العامري فاروق نائبا للرئيس الاساس خالد الدرندالي امينة للسندوق دول التلاتة المرشحين على المناصب الفردية لان هو سياق الكلام ان الناس دي عايزة ترشي شريف اكرامي هو اللاعب المهم في حراس المرمى لا استنى بقى ولاعب اخر مهم في الفريق استنى بقى ماش فيه اتنين مترشحين رؤساء متسقطهمش من حسابك طالت الجميع طيب هذا كلام طال الجميع يكمل هذا البنى ادم كلامه بقولك ودار بينهم حديث واتفاق حول تخازل تخازل بصوا بقى الكلام اللي يفقع المرارة حول تخازل عدد من اللاعبين في مباراة النجم الساحلي مدام ذكرتين للنجم الساحلي يبقى انت بسلامتك حددت الندى النادي الاهلي مدام هتعمل لمحامي شاطر انت كده حددت الندى النادي الاهلي بقولك نادي القيم المبادل سيدي سيدي ليخرج النادي من البطولة فينسحب اثرها على الانتخابات شو بقى الكلام التاني وتسلم اللاعب الشهير حقيبة صغيرة لونها ازرق ماركد تومي هاي فيجر هاي فيجر هاي فيجر من المرشح وانصرف وقام المرشح بطلب الشيك او الفاتورة بتاعت حساب التربيزة وسدد قيمتها نقدا من الاوراق المالية فئة الميت جنيه استخراجها من رزمة مالية كانت في جيب الشاكت وليس من حافظة نقوده يعني الرجل ايه دقيق للدرجات لا بس هو نسي حاجة واحدة بس الارقام المسلسل بتاعت الفلوس اه وعندما هم بالانصراف توقف برهة اه ده هو بيعني اخراج بقى استدعى لحظة الاخراج والسلم ام ايم كده صبر شوية ثم انطلق ده بقى الخيال بتاع السلمخرج ده توقف برهة ثم انصرف منصراف ثم اسرع منصرفا وهو يتوارى داروني ما در بينهم من حديث واتفاق ده لسه الرجل ده بيقولي هذا الكلام الغريب جدا ما در بينهم من حديث واتفاق يندله الجبين طيب ويفضح هؤلاء المتشدقين بالقيم والمبادئ ده كلام على الفيسبوك صحيح اللي كتبه حد يفترض انه زي صفة ما لا يجعوه انه محامي ولا بتاع يعني مش ده القضية بس هو عنده صفة انه عضو مجلس ادارة السابق في نادي الزمالك اللي انا بصراحة باخد عليه او بسجله على الزمل في بوابط الاهرام بوابط الاهرام الاهرام اعرق مؤسسة صحفية في الشرق الاوسط مؤسسة علمت الناس كلها الرصانة والدقة والتدقيق والامانة والمسئولية الاهرام زي ما درسناها قبلة الصحافة المحافظة في الشرق الاوسط الصحافة المحافظة بكل معانيها وبكل التزاماتها وبكل رصانتها تنشر كلام زي ده على انه خبر ممكن اسألك سؤال سؤال بس واحد انت معطارد على توقيت النشر وعلى مبدأ النشر على مبدأ النشر عايز نالك على حاجة لا يمكن انه السوشيال ميديا تتحول الى مصادر اخبار دي كارفة مهنية رجيبة لا الخبر مش الخبر الخبر من وجهة نظري ان الانسان ده بس كل الصفات دي عد مجلس شعب عد مجلس در سابق في زمالك واعلن اترشيحه اعلن اترشحه لرئاسة مجلس زمالك ولم ينزل وانا رهنته اذا كان يجرؤ ينزل قدام المستشار مرتضى منصور وقتها وانت هتجيب دي كان ممكن يعني لا اصبر بس انا وجهة نظري ايه ده لما كتب هو الخبر مش المضمون الخبر هم عارفين ان ده كلام فارق لكن توقيته انا معاك ما يكنش ينزل دلوقتي ينزل بعض الماتش ولا ينزل في يا سيدي ما علش ما ينزلش في سطح اعلامي مسؤول ما علش انا مختلف مهنيا في كده انت رجل دارس وانا رجل لا السوشيال ميديا لا يمكن تكون مصدر من مصادر الاخبار لانه الف بقى يعني هو الف الف بقى ولا كنا مقلتش الف بقى هيقول لما كنت بس في بقى تفاصيل كارثية اكتر بقى وانا هنا هذكر اسماء الراجل ده دعية من ازاعة الشباب والرياضة امبارح من الزميلة نجلاء حلمي لما الكلام ده تنشر كلام ده مش ضرب نار ده ضرب اربجهات لانك انت بتقول لي في راشاوي في فندق اقامة الاهلي ليلة المباراة لاسباب انتخابية عشان الاهلي يخرج طيب الستة دلوقتي بيجاعوا طبعا ان الاهلي يفوز بالستة بعد الرشاوي دي اعتقد دي توجع جامد بس هما جملوه في جونة تاني بس مش ده الموضوع هما جملوه في جونة تاني مش ده الموضوع لكنه وحتى التفاصيل يعني التفاصيل لو فيه اطفال صغيرة هتتفرج علينا هتتضحك كتير على كلام عبيد زي ده فيه مسؤول مرشح ونجب ويقدر يروح فندو اقامة الفرقة عشان يتأمر عليها عشان يتأمر ولا فيه مدير كورة ولا فيه مدرب ولا فيه لعيب ولا فيه حد ويقعد على التربيزة اللي بسلامته شاف انها نمرة تمانية لا 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 ده انت حدي قوي ده انت مدق الجامد صحية وبعدين انت قعد على التربيزة واخد شنطة الفلوس وبتستخبى وانت ماشي ايه ده يعني ماذا كنت انت قعد زي ما انت بتقول وطلع قال من جبل جاكت مش من المحفظة طيب ما انت شايفه اذا كنت انت شايفه بيتورى ليه الراجع انا بس عساقلك سؤال كانت النتيجة ايه احكا انه ست ست اهداف يوجعوا يوجعوا مثل هذا مثل هذا الكلام الغريب العجيب العبيد بجد لانه كلام ده يتنشر ويتنشر بن جماهير عشان يعمل فتنة في هذا التوقيت في ليلة مباراة مع فريق بيمثل البلد يتقال كلام زي ده اه اعتدنا انه في الفيسبوك وفي السوشيال ميديا لما حاجة زي دي تتقال اول حاجة بيعملها اي حد عايز يهرم المسؤولية لا ده ان الاكاونت بتاعي حصل عليه صاته وحد كتب الكلام ده باسمي وانا غير مسؤول عنه ده اللي بيحصل نجلع حلمي اللي زعية في زاعة الشباب والرياضة كلمته لما قرأت الكلام ده قالت لنا عندي حلقة من واحدة لاتنين تاني يوم للمباراة يعني النهاردة حل تقدر تيجي تتكلم عن القضية الخطيرة دي تقال لها اه ده انا عايز ده انا دعيت لقنوات كتيرة ومن ناس كتيرة دي الشمطة دي ظهرت في المدرجات اهيه يمكن الجمهور بدأ بقى تم العصورة على الشرق بس المركة غلط فقالت له قال لها طب يا ريت انا عايز هاجي احضر انا اللي هاجي في الاستوديو في زاعة الشباب والرياضة من واحدة لاتنين وهقول كل حاجة وقال معاهم السندات ودول بيتشدقوا بالمبادئ وده لا نادي مبادئ ولا قيم وكلام مش وقت ومش مجاله نجلق حلمي حسب رواياتها ليه شخصيا النهاردة ما كانتش ابدا شكة ان الراجل ده هيجي من فرط حماسه ورغبته وتأكيده مستنداته مستنداته لكن فجأة النهاردة الصبح خليها تخلي واحدة عنده في المكتب تتصل بيها عمر بيه مش هيدر يجي النهاردة أصله طلعت عنده قضية فاجأة استدعي لقضية فاجأة ليه طيب طيب راحت فين المستندات طيب ما انت كنت عامل سابع البرنبة وجاي عشان تفضح وتكشف ونادي القيم ومنادي المبادئ والرشاوي ده هي اهم قضية في قضية أخطر من كده ده انت اسمك بقى على كل لسان لكن لو كان الهدف طبعا ما راحش وحل زميل آخر الزميل أبو المعاط زاكي عشان يتكلم في نفس الموضوع في نفس الفقرة اللي اختفى فيها عمر هاريدي خالص بس هل تفتكره ده مستوى مسؤول تسمح لي بقى كلمة مسؤول دي فضل احنا مش بالسازاجة والطيبة دي الموضوع ده كان مقصود به تحطيم معنويات النادي الأهلي وتحديدا حارس مرمى اما يطلق هذه الشائعة الحقيرة الرخيصة رخص الذي فكر فيها انه يقول الكلام ده صباحية المباراة هذا لتوقع ان يحصل جنو اللي بتاعه الأهلي يخرج تبقى دربكة جوالنادي الأهلي والجماهير تفقد ثقاتها بفرقتها ونبتدي نلدق في اللي بانا دي ما كانش بقى مستني بقى القفى اللي في الملعب ده مش قفى واحد دولستة وفيه واحد في الطيارة عشان عنطر وليب لب واخد بالك فهم هو كان وخلي بالك والله الشيء بيذكر وهي اللي اللي احنا بنتكلم فيها مين اول يوم يا جماعة الموضوع كبير اوي كلمة نادي القيم والمبادئ حرقاهم اوي اوي اكتر مما تتصور لا بطولة ولا تصنيف ولا كورة النادي القيم والمبادئ لان دي ما بيجيش الا بتاريخ واحداث وناس بتطلق عليك احنا لم نطلق على انفسنا اي شيء وما كتبناش على اليفض الناس هي اللي بتقول اعملوا زى الالي نادي القيم والمبادئ خلاص ولهذا انا على طول كنت بقول محدش هيسرق تاريخنا يا ايها المخترقون ولا المخترقين انت المخترقين بقى ابعدوا عننا لانكم مش هتعرفوا تزوروا تاريخنا ولان نسمح والحمد لله بسم الله ما شاء الله الفطرة اللي فاتت دي كشفت ان فيه جيش من الاهلوية الشباب عندهم طاريخ النادي الاهل وحيدفوا عنه اوه هتفتكر ان ان بالصدفة يتفتح ملف نادي القرن ولا بالصدفة نادي القيم والمبادئ والرشاوة دي مش صدفة ده اذا كان البعض المخترقين ها قال يعني زاكي اوي عايز يتوارى ليمين دول ده انتبع لك اربع سنين اش معنى ليمين دول بتستخيب هتنطلع علينا لكن لاطلاق ها المدفعية الجانبية في نفس المعنى القيم هو ده القيم والمبادئ القيم والمبادئ المدرج هو اللي رضي له عليها الملعب هو اللي رضي له عليها يرخيص هذا الذي تقوله اذا لم يثبت كلامه ها هنبدأ نقول علي الرخيص خلاص عمل كده هدرابله تعظيم سلام وقدمنا المستند وحيبقى الرخيص اللي عمل كده طبعا كويس طبعا الرخيص على فكرة ده الله سبحانه وتعالى الشرعة الغيبة والسباب في حالة واحدة بس للمظلوم للمظلوم ان هو يدعي ويشتم ويعمل ليه لان انت اما بتيجي تتاهم حد في شرفه بيبقى خطير طبعا ربنا سبحانه وتعالى وصف صاحب مثل هذا السلوك بايه فاسق يا ايها الذين امانوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني لو حد فاسق جالك بنبأ خطير يا مس حد لازم انت تتبين وتتثبت ليه ان تصيبوا قوما بجهال هو كان فاكرها هتعدي والنتيجة اللي في زهن وتحصل ايوه بقى تمشي يبقى رشعت وهشتاد بقى يروح هتطلق مش عارف ايه وبعدين خلي بالك الراجل ده قبل كده رفع قضية هو مش عندنا الحاجات دي وكنا هنجهزها ولا خلاص بقى رفع قضية ضد اتحاد الكورة زي وزي اي حد من حق او يرفع قضية من حق يعني ما هو هوات الشهرة كتير وانا عايز اقول حتة في الرغبة في الشهرة لانه شغى في الشهرة مرض لو حد بيعمل مصيبة زي كده فاهم انه لما اسمه يبقى على كل لسان والشباب يكرر اسمه في السوشيال ميديا فمن وجهة نظر صاحب مثل هذا السلوك انه كده بقى مشهور يا سيد التربيني في فترة كان اشهر مشهور في مصر كتكت في فترة كان اشهر مشهور في مصر المشكلة والمهم انت مشهور بايه انت سرتك عند الناس ازاي انت سرتك عند اي حد محترم عامل ازاي هي دي الفكرة لكن لو مجرد ترديد الاسم وترديد الصورة ده معيار شهرة فهي بقس الشهرة الحقيقة لانه شهرة سلبية جدا هذا الرجل قبل كده رفع دعوة على اتحاد الكورة ياخي للاسف ان كنت والله شايفه وقوره بحبه حاجة غريبة رفع دعوة على اتحاد الكورة بعد ما خد حق اول درجة رهن الاستمرار في القضية شوف بقى المقايدة السلوكيات السلوكيات بتفسر بعضية هي كده الاخلاق الحقيقة ترفع دعوة كشفا لفساد اضرب لك تعظيم سلام تلف عشان تقبط تمن لهذا الموقف بمقايدة بموقف اخر ما اقدرش اضرب لك تعظيم سلام اكتفي بالستة بتوع الاهلي نشوف هذا الفيديو وهريدي بيرهن قضية التحاد الكورة مع مساعدة الزمالك في اعادة مباراة المقاس سوروا كده شوفوا المواقف المحترمة قوي نفكركم بالفيديو ده هل من الورد في اي مرحلة من المراحل انه تتنازل عن الدعوة بالنسبة لي اه الدعوة دي انا مقدمها حواك لجماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك ومجلس الزمالك فيه كورقة ضغط يستقدمها على مجلس الادارة الحالي نتيجة الظلم الباين اللي واقع علينا احنا كزمال كويا لا 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 طبعا لا ده كلام بقى ايه كده افهمه تاني نقوله تاني نقوله تاني نقوله تاني نقول اولا خلينا نقول انه تاريخنا لزمالك من الزلم التحكيمي والظلم الادارة تدتحاد كرة القدم عبر سنوات طويلة عظيم انفضى بنا الكيل الى ان جات اخر دبوس يعني خلى البلونة انفجرت المتش الاخير بتاع المقاس حلو فربنا اراد يعني بقول الحمد لله يعني بحمد ربنا انا كزمالكاوي بحمد ربنا بقول الحمد لله انه جاء الحكم ده في التوقيت اللي فيه المشكلة دي اللي احنا مش قادرين ناخد حقنا من اتحاد الكرة عبر سنوات طويلة فايه بقى فلا هذا الحكم الشيء الوحيد اللي ممكن خلينا تنازل عنه هو جميع فحضرتك يعني حاجة دلوقتي بطبع الحكم بالكامل رهن رهن واشارة نادي الزمالك واعضاؤه وجماهيره لانه انا كزمالكاوي فاذا حصل اتصال او اتصاق ما بينك ومن ادارة نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك وقال لك احنا محتاجين احنا اذا مجلس ادارة نادي الزمالك تم تفويضه من اعضاء الجامعية العمومية ما هو تم تفويضه لا تم تفويضه فيما يتعلق بهذا الحكم مش فيما يتعلق بالقرار وده محتاج تعمل له جامعية عمومية برضو لا لا مش وقت فادق او اضراع힌 واغنيا هو انا اعتدد انن انا هبوسوله على انها مبادرة يعني انا هاخد كلام حضرتك على انها مبادرة من الاستاذ عمر هاريدي صاحب الدعوة انه بيضع الدعوة دي كورق الضغط لصالح جامعية نادي الزمالك ولا صالح ادارة نادي الزمالك انه وشين شارفنا اه انا هاخد انا هاخد اه انا هأخد اه بتقول للناس اهو في نادي الزمالك ودارة نادي الزمالك وجمهيري نادي الزمالك قادي الدعوة القضائية انا ممكن اتنازل عنها لو انتم عايزين في اي وقت بشرط انه مطالبكم تنفسك تتحقق انا عندي ملاحظتين اولا هو كان عايز ينزل رئيسا لنادي الزمالك وعلى فكرة في اخر الفيديو اه يعني في الحلقة دي اه لا انا حترشح رئيس نادي الزمالك حتى احنا هنا قلنا لن يجرؤ ان ينزل قدام المستوى يعني مرتضى منصور لكن الملاحظة الغريبة جدا انا بقول لك انا عشان الموقف ده انا هتنازل لو عادوا المباراة مقايدة خلينا اوصل للنقطة اللي هي اه توضح لك التناقل اه ده الكلام ده لو كان هو رفع القضية بمناسبة المباراة ايوه لكن ده بترفعها وكسبتها اه على واقع تاني انما قلت استفيد منه وقال لك الحمد لله ان دي حصلت وتزمنت مع الحكم يعني الحكم تزمن مع الواقع اه فكنت عارف يعني انه هيحصل انك انت الحدث تستغله لمصلحتك انا عايز اسألت سؤاله هو حينزل رئيس النادي زمالك هو حرف ده حينزل هو نادي زمالك حيفتح باب الله الترشح امتى او فتحه انا مش عارف يعني لاني اتوقع لو هو حينزل يبقى بيكمل بيكمل المزاد بتاعه بوقعة النادي الاهل ما هو بيرضي ناس فيه ناس بتنبسط من الحاجات دي مع بقى هزيمة كانت امناها ما كانش متوقع الفاجعة ان الله ليكسب ستة بس هي دي ها هي دي ولو متخيل هيفتح بقى وبعدين يا سيدي السؤال بقى طب تدلنا انت كده اولا الشيء اللي يبرئك انك تقول لنا مين الشخص ده بالزبط ها نمر اتنين لا افرد ان انا شفت واحد بيدي حارس المرمة ها شانط فيها فلوس طب ممكن بيدي له حوافز بيقول له اكسابه وانا بيديك وهو وحديكه زيه سجلت الحديث هو مش وارد ان يكون بيدي حوافز لا مش وارد انا بتصور ان الوقت ولا يتصور لا يتصور اسبر بس عليا ها هو بالدقة اللي بيحكي اسبر بس عليا ها بالدقة دي انه شايف حد قاعد دقة مخرج سينما اي ايو دقة واحد لازم يتغطى ها واخد بالك ف يعني ازاي ازاي دماغك قالت لك ان دي رح هو انت يعني متخيل ان حيدي الكل لعيم 80 ألف جنيه ده اللي قال لي لما كسب كل لعيم خد 80 ألف جنيه غير غير مكافة البطولة غير غير مكافة البطولة المجد ده ده لو حد رخيص على فكرة على فكرة افرد ان الواقع دي صحيح امالها علاقة نادي القيم هو فيه واحد بيمثل نادي القيم وانت في بيتك ما يبقاش عندك واحد يغلط غلطة لا يحمل هذا الكلام يعني يعني العب وغيرها بلاش انك ده بالعكس ده انت ساعد بقى وقل لي فلاني الفلاني ده عمل كذا 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 شوف انا بقى هعمل ايه لو ترخمت يبقى ما فيش قيمه وببادئ لو خدتوا ده بحتوا مهما كان يبقى هو ده نادي القيم وببادئ الذي لا يرضى بالخطأ ولا يرضى التسطر على خطأ ولا يرضى ان يكون واحد زيك عدوا فيه والحمد لله انه مش عدوا فيه صحية دي فعلا لا يبرق صاحبها الا ان هو يتكلم ويقول مين غير كده شغل افلام السينما العبيطة قاوديت وطلع فلوس ورزم فلوس بميات ما طلعش المحفظة يعني امم صرف لا عشان يعني شفتوا المشهد التصويري يقولوا انه هو صادق بيدي تفاصيل وبعدين الرجل قاعد معهم لدرجة انه عرف الكلام كان ايه وعرف ماركة الشنطة وشاف رقم الترابيزة طيب حد قاعد بالسيناريو اللعبيط قاوي ده كده قريب من الترابيزة اللي حصل فيها المصيبة السودة تعرف زمع كل حاجة فيه تصوير تاني طر صاحب الشنطة ده لما جيه ماشي انصرف قاوي ليه كده بعد معامل كل حاجة بعد معامل كل حاجة اقول لك وهو يتوارع وراء ايه برضو يتوارع ليه شغل يعني هو يتوارع ليه ما يمشي بقى خلاص ما الفلوس نسمعه ونسمعه وبعد كل ده الاهل يكسب ستة والمرتاشيين يعملوا اجمل مباراوة تعالف فيه تفسير تاني يا سيد ابراهيم ان هو وراء الحادث ده بس اتضحك عليه راح تفلوسك هكرياكو راح بيها للنجم ولا ايه لا واحد قال له انا روح وحطها في شنطة كذا وحعمل واحد اتنين تلاتة وديها للناس هو توقعا وراح خلالك فجي قال له دانيا معلم راح كاتب يبقى هو اللي وراها يعني واخد بالك ازاي وما كانش متغطى لا واحد ضحك عليه خد منه قرشين وعملوا فيلمه مع بعض واخد بالك طيب على الاسران مش متخيل برضو ان في حد بالسازاجة دي مش متخيل الصعيد اسكى من كده بكتية لا ده راجل كان عدوا بمجلس الشعب وكان عدوا بمجلس دارة الزمالك وكت اشوفه لا باش مهندس كان عدوا في مجلس الشعب في الدائرة بتاعته لما اعلن سقوطه احمد عز تدخل بعدها بساعتين واعلن نجاحه انت بتتكلم يعني انت هتكذب احمد عز عمد تتكلم يعني انت هتكذب احمد عز يعني ما احنا كلنا عارفين برلمان عشر كان عامل انت هتصدق سندي وتكذب احمد عز لا طبعا طيب هو عارف لا سمح الله طيب لا يعني التشدق بعض ومجلس شعب لا ينطلع على الناس اللي عارف حقايا عموما اعتقد الستة كانوا فعلا متعبين نطلع فاصل